السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلاً بطلاب الصف الأول الثانوي افتح معي صفحة 21 وعنوان درسنا اليوم الجملة الإسمية الجملة الإسمية قسمنا الجمل فيما مضى أحبابنا الكرام إلى جملة إسمية وجملة فعلية اليوم بمشيئة الله يعني سنتعامل معه الجملة الإسمية ذكرنا أحبابنا الكرام أن الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر والمبتدأ وخبره من باب المرفوعات نحن في الأسماء نقول عندنا مرفوعات ومنصوبات ومجرورات فالمبتدأ والخبر من المرفوعات نذكر مثالاً سريعاً ونعريبه نتذكر فيه إعراب الجملة الإسمية يقول عندي في المثال المستشار مؤتمن من يعرب معي؟ المستشار نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم حسنت لأنه اسم مفرد مؤتمن خبر مرفوع وعلامة رفعه أيضاً الضم جزاكم الله خيراً الصديقان وفيان من يعرب؟ الصديقان نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف يعني يا ليت لو نذكر السبب في الإعراب بالحروف مرفوع بالألف لأنه مثنى وفيان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضاً لأنه مثنى حسنتم المؤمنون متحابون المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سيلم حسنتم متحابون خبر مرفوع وعلامة رفعه أيضاً الواو لأنه جمع مذكر سهل لكن عند المفرد يعني ليس بالضرورة أن نقول المستشار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه مفرد لأنه ثابت وشيء يعني لا يحتاج إلى ذكر السبب هذه هي الجملة الإسمية سواء بدأت بالمفرد أو المثنى أو الجمع إذا كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم الجملة الإسمية قد يدخل عليها الفعل الناسخ الفعل الناسخ يعني يا أستاذ الجملة الإسمية تدخل عليها الأفعال نعم هذه الأفعال خاصة الأفعال الناسخة الناقصة ما معنى الأفعال الناسخة الناقصة يا أستاذ ما معنى ناسخة ناسخة أي تغير فيما بعدها وسنرى التغيير الآن وسنوضحه وأفعال الناقصة يعني لا تحتاج إلى فاعل نحن تعلمنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل هذه الأفعال الناسخة الناقصة لا تحتاج إلى فاعل وناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها الاسم الذي يأتي بعدها كما سنرى بل تحتاج إلى خبر ليتمم معنى الجمل طيب هل هذه الأفعال إذا دخلت على الجملة الإسمية تجعلها جملة فعلية لا تظل الجملة جملة إسمية كما هي لكن الذي سيتغير هو معنى الجمل إذن عندي مثلا المستشار مؤتمن جملة إسمية هيا نطبق عليها كده دخول الأفعال الناسخة طيب إحنا ذكرنا من قبل الأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها كان وأخواتها ومنها أصبح وأمس وأضحى وظل وبات وصار ما زال ما دام وليس ومن فك وما برح كلها هذه تسمى في اللغة الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة عندما تدخل هذه الأفعال على الجملة الإسمية تغير في وظيفة الكلمة الأولى الكلمة الأولى في الجملة الإسمية نسميها مبتدأ نسميها يا أحباب مبتدأ عندما تدخل هذه الأفعال على الجملة تصبح هذه الكلمة اسماً للفعل الناسخ تعالوا كده نرى المستشار كانت في الجملة الأولى الجملة الإسمية مبتدأ الآن مع الفعل الناسخ كيف نعريبها؟ ما وظيفة هذه الكلمة؟ المستشار اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم يبقى أول تغيير حدث للجملة تغيير الوظيفة للكلمة الأولى اللي هي المبتدأ كان المستشار مؤتمناً من يلاحظ التغيير الذي حدث في الخبر نعم الخبر كان مرفوعاً مع المبتدأ قلنا أن خبر المبتدأ من المرفوعات الآن أصبح من المنصوبات فإذن خبر كان يصبح منصوباً يبقى مؤتمناً خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة سأنتم أحبابنا الكرام نرى المثال الآخر الصديقان وفيين ندخل عليها فعلاً من الأفعال الناسخة ونرى التغيير ما زال الصديقان وفيين ما الذي حدث في الخبر تغير الخبر نعم كيف تغير؟ مع المبتدأ كان مرفوعاً أما مع الفعل الناسخ أصبح منصوباً أحسنتم هيا نعرف الصديقان اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الآلف لأنه مثنى حسنتم وفيين خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى حسنتم المؤمنون متحابون أدخل عليها فعلاً ناسخاً من الأفعال الموجودة عندي أصبح نعم حسنتم أصبح المؤمنون متحابين من يعرب؟ من يعرب كلمة المؤمنين؟ نعم المؤمنون اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سال حسنتم بارك الله فيكم متحابين متحابين خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سال جميل جداً مراجعة سريعة للأفعال الناسخة اللي درسناها قلنا من يذكرني بالأفعال الناسخة؟ يعني هيا نرتب طريقة كده سهلة لحفظ الأفعال الناسخة حتى لا تنسى هذه قلنا أحبابنا يعني قواعد ثابتة يعني مفترض أنها تكون متواجدة عندي دائماً تعالوا نقسمها مثلاً من حيث الزمن علشان يعني تكون سهلة علي في الحفظ عندي مثلاً كان أصبح خذ اليوم من أوله أصبح أضحى ظل أمسى بات طبعاً أصبح يعني معناها وقت الصباح وكذلك أضحى وقت الضحى وظل وقت النهار وأمسى وقت المساء وبات وقت الليل فلو أنا بدأت أحفظها بهذه الطريقة سيسهل علي هذا الأمر النافي مثلاً عندي ما دل على النافي كليس ليس تدل عندي على النافي حسنتم الاستمرار مثلاً مثل ما زال نعم ومن فك وما برح ما فتئ كل هذا يدل على الاستمرار وعندي ما يدل على المدة الوقت ما دام والفعل الأخير الذي يدل على التحويل وهو صار إذن سهل أننا أحفظها أقول هي الزمن كان أصبح أضحى ظل أمسى بات ليس ما زال ما برح ما فت ما فتئ من فك ما دام صار يعني طريقة سهلة للحفظ حتى لا يصعب علينا حفظ هذه الأفعال اتفقنا أن هذه الأفعال عندما تدخل على الجملة الإسمية تغير في مسمى الكلمة الأولى وتغير في حكم الخبر فتحول المبتدى إلى الوظيفة الجديدة اسم لهذا الفعل الناسخ وتحول الخبر المرفوع مع المبتدى إلى خبر منصوب مع الفعل الناسخ كما ذكرنا في الأمثلة السابقة رأينا الجملة الإسمية المستشار مؤتمن لما أدخلنا عليها الفعل الناسخ أصبحت كان المستشار مؤتمنا الصديقان وفيان ما زال الصديقان وفيين المؤمنون متحابون لما أدخلنا عليها أصبح من الأفعال الناسخة أصبحت أصبح المؤمنون متحابين إذن اتفقنا أحبابنا الكرام أن الأفعال الناسخة تغير في حكم الخبر احفظها كده تسهل عليك دائما الأفعال الناسخة لما تدخل على الجملة الإسمية تغير في من؟ تغير في حكم الخبر تنقله من الرفع إلى النص طيب ما الذي يحدث للمبتدأ؟ يصبح المبتدأ اسما لهذا الفعل الناسخ يعني كلمة المستشار كانت مبتدأ مع الجملة الإسمية أصبحت الآن إيش وظيفتها؟ اسم لهذا الفعل الناسخ حتى يسهل علينا نثبت القاعدة عندي أن الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها يا أستاذ المبتدأ مرفوع؟ نعم يبقى مرفوع لكن ما يتغير في المبتدأ هو مسماه بعدما كنا نقول عليه مبتدأ أصبح الآن نقول عليه اسم للفعل الناسخ يبقى إذن الأفعال الناسخة تغير في حكم الخبر عندما تدخل على الجملة الإسمية لا تغير في المبتدأ المبتدأ يعني كان مرفوعا يبقى كذلك مرفوع يبقى المبتدأ مرفوعا فيه مع الجملة أو مع الأفعال الناسخة اللي يتغير مع المبتدأ المسمى فقط أما الخبر فيصبح مع الأفعال الناسخة خبرا منصوبا في الدرس القادم بمشيئة الله سنتحدث عن الحروف الناسخة سنتحدث عن الحروف الناسخة وهي يعني على العكس مع الأفعال الناسخة الحروف الناسخة نتذكرها سويا وإن شاء الله نذكرها بالتفصيل في الدرس القادم إن وأن وكأن وليت ولكن ولعل أعمالها تدخل هذه الحروف على الجملة الإسمية أيضا فتنصب المبتدأ وترفع الخبر يبقى صارت عملية عكسية مع الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة تنصب الخبر الحروف الناسخة تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبروها وبمشيئة الرحمن سنتناول الحروف الناسخة بالتفصيل ونقارن بينها وبين عمل الأفعال الناسخة في المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته